غدة البروستاتا لديك في خطر، تجنب هذه الأطعمة العشرة التي تبدو صحية بشكل زائف، هل تعتقد أنك تتناول طعاماً صحياً؟ ماذا لو أخبرتك أن بعض الأطعمة التي تتناولها يومياً قد تلحق الضرر بغدة البروستاتا لديك دون أن تدرك ذلك؟ صحيح، فالأطعمة التي تبدو غير ضارة، بل وصحية، قد تسبب الالتهابات واختلال التوازن الهرموني، بل وتزيد من خطر الإصابة بأمراض البروستاتا الخطيرة، لكن لا تقلق، سأخبرك اليوم بكل شيء تحتاج إلى معرفته لحماية البروستاتا قبل فوات الأوان، بالإضافة إلى ذلك، ستسمع القصة المذهلة لرجل اعتقد أنه يفعل كل شيء بشكل صحيح، لكنه دفع ثمناً باهظاً لاختياراته الغذائية. هل تريد أن تعرف ما هي تلك الأطعمة الصحية العشرة التي يجب عليك تجنبها على وجه السرعة؟ إذن، ابق معي حتى نهاية هذا الفيديو، لأن هذه المعلومات قد تكون المفتاح لإنقاذ صحتك. رقم عشرة، الحليب كامل الدسم لطالما كان ينظر إلى الحليب كامل الدسم على أنه طعام مغذ ضروري لعظام قوية ونمو صحي، ولكنه في الحقيقة ليس بهذه الفائدة لصحة البروستاتا. تشير الأبحاث إلى أن الإفراط في استهلاك منتجات الألبان قد يكون مرتبطاً بشكل مباشر بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ويرجع ذلك إلى المحتوى العالي من هرمون الإستروجين الطبيعي الموجود في الحليب، والذي يمكن أن يؤثر على التوازن الهرموني للرجال ويحفز نمو خلايا البروستاتا غير الطبيعية. يمكن أن يكون هذا التأثير أكثر ضرراً لدى الرجال الذين لديهم بالفعل الاستعداد الوراثي لمشاكل البروستاتا. بالإضافة إلى هرمون الإستروجين الطبيعي، يزيد الحليب كامل الدسم أيضاً من إنتاج عامل النمو الشبيه بالأنسولين IGF-1. وقد ارتبط هذا الهرمون بنمو الخلايا غير المنضبط، مما يزيد من احتمالية الإصابة بأورام البروستاتا. قد يزيد الرجال الذين يستهلكون كميات كبيرة من الحليب كامل الدسم بانتظام من خطر إصابتهم بأمراض خطيرة دون علمهم. والأسوأ من ذلك أن هذا الخطر غالباً ما يمر دون أن يلاحظ. حسناً، يعد الحليب من أكثر الأطعمة شيوعاً في النظام الغذائي الغربي. إذا كنت تعتقد أنك في مأمن بمجرد تناول الحليب الخالي من الدسم، فقد حان الوقت لإعادة النظر. تشير الدراسات إلى أن حتى منتجات الألبان قليلة الدسم، يمكن أن تساهم في زيادة مستوى عامل النمو الشبيه بالأنسولين IGF-1 في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، توجد بقايا من المضادات الحيوية والهرمونات المستخدمة في تربية الأبقار الحلوب، والتي يمكن أن تؤثر على التنظيم الهرموني لجسم الذكر، مما يجعل الحليب عامل خطر أكبر مما يدركه الكثيرون. تخيل أن منتجات الألبان، مثل الجبن والزبادي وغيرها، قد تجلب أيضاً نفس التأثيرات الضارة، خاصة تلك المعالجة للغاية والغنية بالمواد الحافظة. لذلك، لمن يرغبون في حماية صحة البروستاتا، فإن الاعتدال في استهلاك منتجات الألبان أمر ضروري. وإذا كان ذلك ممكناً، يفضل اختيار الإصدارات العضوية الخالية من الهرمونات الاصطناعية مع تقليل تناول هذه المنتجات يومياً. رقم التاسع، صدور الدجاج. غالباً ما ينظر إلى صدور الدجاج على أنها خيار بروتيني صحي يوصى به في العديد من الأنظمة الغذائية المتوازنة. ولكن، عندما نتحدث عن دجاج المزارع، تتغير القصة تماماً، حيث يتم تربية معظم هذه الطيور في الحبس، وتتلقى نظاماً غذائياً غنياً بالهرمونات والمضادات الحيوية، مما قد يكون له آثار سلبية على جسم الإنسان، بما في ذلك تغيير مستويات الهرمونات وزيادة الالتهاب في البروستاتا. يحدث هذا لأن العديد من الهرمونات التي تعطى للطيور لها تأثير يشبه هرمون الاستروجين، أي أنها تحاكي تأثيره على جسم الذكر. هذا الفائض من الهرمونات قد يشكل مشكلة كبيرة، لأن صحة البروستاتا مرتبطة بشكل مباشر بالتوازن الهرموني. كما أن التعرض المتزايد لهذه المواد قد يساهم في النمو غير الطبيعي لخلايا البروستاتا على المدى الطويل، مما يؤدي إلى تطور أمراض خطيرة، بما في ذلك سرطان البروستاتا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستهلاك المستمر للدجاج الصناعي قد يقلل من مستويات هرمون التستوستيرون، مما قد يؤثر على الصحة العامة والأداء البدني للرجال. ومن العوامل المقلقة الأخرى، وجود المضادات الحيوية في لحوم الدجاج، حيث تستخدم هذه الأدوية لتسريع نمو الطيور ومنع العدوى في بيئة غير صحية. ومع ذلك، عند استهلاكها بانتظام، يمكن أن تؤدي إلى مقاومة البكتيريا وتضعف جهاز المناعة، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية التي قد تتطور إلى مشكلات أكثر خطورة، مثل التهاب البروستاتا وتضخم البروستاتا الحميد. أفضل حل لتجنب هذه المخاطر هو اختيار الدجاج العضوي أو دجاج المراعي، الذي لا يتلقى هرمونات صناعية ويتم تربيته في بيئات أكثر طبيعية. ولن تصدق قصة الرجل كان يستهلك هذه الأطعمة معتقداً أنها صحية تماماً، وما حدث له كان مفاجئاً وتحذيراً لجميع الرجال المهتمين بصحتهم. رقم ثمانية، اللحوم الحمراء المشوية. يعتبر الشواء من التقاليد المفضلة لدى كثير من الأشخاص، ولكن هل هذه الطريقة في طهي اللحوم آمنة لصحة البروستاتا؟ قد تكون الإجابة مقلقة. عند شوي اللحوم الحمراء في درجات حرارة عالية، تتشكل مركبات كيميائية مثل الأمينات الحلقية غير المتجانسة والهايدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، وهذه المواد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا. تتشكل هذه المركبات عند سقوط دهون اللحم على النار واحتراقها، مما يخلق ملوثات سامة تترسب على سطح اللحم، تكمن خطورة هذه المركبات في تأثيرها المسرط على الجسم، إذ يمكنها إحداث تلف في الحمض النووي للخلايا، مما يعزز الطفرات ويحفز النمو غير المنضبط للخلايا السرطانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء ترتبط بزيادة إنتاج الهرمونات الالتهابية في الجسم، مما قد يؤدي إلى تفاقم التهابات البروستاتا ويؤثر على التوازن الهرموني. إن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء مع قلة تناول الخضروات قد يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم، مما يزيد من تفاقم المشكلات الصحية للبروستاتا. رقم 7. الفول السوداني يعتبر الفول السوداني وجبة خفيفة محببة للكثيرين، نظراً لمحتواه العالي من البروتين والدهون الصحية، لكنه قد يحمل خطراً خفياً يمكن أن يؤثر سلباً على صحة البروستاتا. الأفلاتوكسينات الأفلاتوكسينات هي سموم تنتجها الفطريات التي تنمو في ظروف تخزين غير ملائمة، خاصة في المناخات الحارة والرطبة. وتظهر الدراسات أن التعرض المطول لهذه السموم قد يزيد من خطر الالتهابات المزمنة وتلف خلايا البروستاتا. لا يقتصر وجود الأفلاتوكسينات على الفول السوداني فقط، بل يوجد أيضاً في مشتقاته مثل زبدة الفول السوداني وزيوته. يمكن أن يؤدي الاستهلاك المتكرر لهذه المنتجات إلى تراكم السموم في الجسم، مما يرهق الكبد والجهاز المناعي. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من حمض اللينوليك أوميغا سيت، الذي قد يعزز العمليات الالتهابية عند تناوله بكميات كبيرة. رقم ستة، حليب الصوية، ينظر إلى حليب الصوية على أنه بديل صحي لحليب البقر، لكنه قد يؤثر سلباً على صحة البروستاتا، فالصوية تحتوي على الإيسوفلافونات، وهي مركبات تحاكي تأثير هرمون الإستروجين في الجسم، وتشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المرتفع للإيسوفلافونات قد يؤدي إلى تغييرات في البروستاتا، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الإستروجين الزائد على إنتاج هرمون التستوستيرون، مما قد يؤدي إلى التعب وفقدان الكتلة العضلية وحتى انخفاض الرغبة الجنسية. رقم خمسة، جوز البرازيل يعرف جوز البرازيل بمحتواه العالي من معدن السيلينيوم، وهو عنصر غذائي مهم لصحة الجسم. ومع ذلك، فإن السيلينيوم قد يكون سلاحاً ذا حدين، إذ إن الجرعات العالية منه قد تكون سامة وتؤثر سلباً على صحة البروستاتا. الإفراط في استهلاك السيلينيوم قد يؤدي إلى التسمم بالسيلينيوم، مما يسبب أعراضاً مثل التعب ومشاكل في الجهاز الهضمي وحتى تساقط الشعر، ويوصي الخبراء بعدم تناول أكثر من حبة أو حبتين من جوز البرازيل يومياً لتجنب الآثار السلبية. رقم أربعة، صلصة الطماطم الصناعية. تستخدم صلصة الطماطم في العديد من الأطباق، وتعتبر مصدراً غنياً بالليكوبين، وهو مضاد أكسيدا مفيد لصحة البروستاتا. لكن المشكلة تكمن في أن معظم الصلصات الصناعية تحتوي على كميات عالية من السكر والسوديوم والمواد الحافظة. الاستهلاك المفرط للسكر قد يؤدي إلى التهابات مزمنة في الجسم، مما يساهم في تطور أمراض البروستاتا. كما أن المواد الحافظة، مثل الجلوتامات أحادية الصوديوم، يمكن أن تؤثر على التوازن الهرموني وتزيد من العبء على الكبد، مما يعزز تراكم السموم في الجسم. وللحفاظ على صحة البروستاتا، ينصح بتجنب هذه المنتجات الصناعية واللجوء إلى البدائل الطبيعية والطازجة قدر الإمكان. وللحفاظ على صحة البروستاتا، ينصح بتجنب هذه المنتجات الصناعية واللجوء إلى البدائل الطبيعية والطازجة قدر الإمكان. بالنسبة للرجال الذين يعانون بالفعل من أعراض مشاكل البروستاتا، مثل صعوبة التبول أو الشعور بعدم الراحة في منطقة الحوض، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المتكرر للصلصات الصناعية إلى تفاقم هذه الأعراض. وأفضل بديل لمن لا يريد التخلي عن صلصة الطماطم، هو تحضيرها في المنزل باستخدام الطماطم الطازجة والمكونات الطبيعية. اقتربت اللحظة التي سأروي فيها القصة المذهلة لرجل تجاهل هذه التحذيرات وواجه عواقب مدهشة، لن ترغب في تفويت ذلك. رقم ثلاثة، عصائر الفاكهة الصناعية. غالباً ما يتم الترويج لعصائر الفاكهة الصناعية على أنها خيارات صحية وسهلة لمن يرغبون في اتباع نظام غذائي متوازن، ولكن الحقيقة هي أن معظم هذه العصائر تحتوي على كميات عالية من الفريكتوز والمواد الحافظة والمواد المضافة الكيميائية التي قد تكون ضارة للغاية بصحة البروستاتا. على عكس الفواكه الطبيعية التي تحتوي على الألياف والتي تساعد على تنظيم امتصاص السكر في الجسم، يتم تصنيع العصائر الصناعية بطريقة تجعل الجسم يمتص الفريكتوز بسرعة. وهذا يمكن أن يسبب ارتفاعاً مفاجئاً في مستويات السكر في الدم، مما يعزز العمليات الالتهابية ويؤدي إلى اختلال إنتاج الأنسولين. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر في المواد الحافظة والأصباغ الصناعية الموجودة في هذه المنتجات، مثل بنزوات الصوديوم، والتي قد تؤثر على التوازن الهرموني وتضر بوظائف البروستاتا. أما العصائر الخالية من السكر، فهي ليست بديلاً آمناً، لأنها تحتوي غالباً على محليات صناعية مثل الأسبارتام، والذي قد يكون له تأثيرات سلبية على الصحة الهرمونية والتمثيل الغذائي، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على صحة الأمعاء وتزيد من الالتهابات في الجسم. أفضل خيار هو تحضير العصائر في المنزل باستخدام الفواكه الطازجة وإضافة الألياف، مثل بذور الشية أو الكتان، لتحقيق توازن في امتصاص السكر. رقم 2. الخبز الكامل المعالج يعتبر الخبز الكامل خياراً صحياً مقارنةً بالخبز الأبيض، لكن الواقع مختلف تماماً. تحتوي العديد من أنواع الخبز الكامل في السوق على دقيق مكرر مع كمية صغيرة من الألياف لجعلها تبدو أكثر صحة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه المنتجات غالباً على الغليفوسات، وهو مبيد أعشاب يستخدم على نطاق واسع في زراعة القمح. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه المنتجات غالباً على الغليفوسات، وهو مبيد أعشاب يستخدم على نطاق واسع في زراعة القمح. تشير الدراسات إلى أن الغليفوسات يمكن أن يتداخل مع الهرمونات في الجسم ويؤدي إلى اضطرابات أيضية تؤثر مباشرة على صحة البروستاتا بالإضافة إلى الغليفوسات تحتوي هذه الأنواع من الخبز على مواد حافظة صناعية مثل بروبيونات الكالسيوم التي قد تعطل صحة الأمعاء وتؤثر على التوازن الهرموني لحفاظ على استهلاك الخبز دون مخاطر صحية يفضل اختيار الخبز المصنوع يدويا بتخمير طبيعي أو استبداله بمصادر الكربوهايدرات الطبيعية مثل الشوفان أو الكنوا رقم واحد زيت الكنولا يستخدم زيت الكنولا على نطاق واسع في الطهي ويروج له كبديل صحي لكن الحقيقة مختلفة تماما تخضع معظم زيوت الكنولا المتوفرة في الأسواق لعمليات تكرير مكثفة تشمل درجات حرارة عالية ومذيبات كيميائية مما يؤدي إلى تكوين مركبات التهابية ضارة للجسم الالتهاب المزمن هو أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في مشاكل البروستاتا بما في ذلك تضخم البروستاتا الحميد وحتى سرطان البروستاتا قصة رامون رامون كان يعتقد أنه يتبع نظاما غذائيا صحيا حيث كان يتجنب الأطعمة المقلية ويستخدم زيت الكنولا للطهي لكنه بدأ يعاني تدريجيا من صعوبة التبول وعدم الراحة في منطقة الحوض مع تفاقم الأعراض استشار الطبيب وتلقى تشخيصا صادما بأن البروستاتا لديه ملتهبة بعد التشخيص غير رامون نظامه الغذائي بالكامل حيث توقف عن استخدام المنتجات المصنعة وبدأ في استخدام زيوت طبيعية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وبتوجيه من طبيبه تمكن من السيطرة على التهاب البروستاتا قبل أن يتفاقم قصة رامون هي تحذير لجميع الرجال بأن الاختيارات الغذائية التي نعتقد أنها صحية قد تخفي مخاطر كبيرة إذا كنت ترغب في معرفة المزيد من النصائح لتحسين صحتك والعيش لسنوات طويلة بصحة جيدة اشترك في القناة